السلام عليكم الدكتورة زينب مادة البيولوجي قسم المعلومات الحيائية ويا شطة الوهجر أحمد مع زميلة هيبقاسم وزميلة علي سجاد عنوان بحثنا عن الـ status scan الاشعاء المقطعية CT التصوير المقطعي المحوسب استخدام التصوير المقطعي استخدام التصوير المقطعي الكلمة اليونانية تومس تعني شريحة ورسم البيانية تعني كتابة التصوير المقطعي المحوسب هو عملية توليص صورة ثنائية الأبعاد من شريحة أو مقطع من خلال كائن ثلاثي الأبعاد Computed Tomography is an examination that uses X-ray and computer to option across sectional image of the human body التصوير المقطعي المحوسب هو فحص يستخدم الإشاءة السينية والكمبيوتر للحصل على صورة مقطعية لجسم الإنسان هانسفولد and Cormac got the 97-9 Nobel Prize for their contributions to CT أهلون ميلوت Cormac's theoretical calculations on X-ray was used by هانسفولد حصل هانسفولد وكورماك على جائزة نوبل لعام 1979 لأنه ساهموا في تصوير المقطعي حيث تم الآن استخدام حسابات مكلوت كورماك النظرية للإشاءة السينية من قبل هانسفولد initial sketch of CT machine by هانسفولد هذا هو رسم مبدئي لآلة التصوير المقطعي لهاانسفولد first model of CT machine by هانسفولد هذا النموذج الأول لآلة التصوير المقطعي المحوسب لهاانسفولد هانسفولد with the first constructed city machine هذا هو هانسفولد مع أول جهاز له في التصوير المقطعي parts of CT scan mansion أجزاء آلة التصوير المقطعي المحوسب joint tree scanner system جسر رافع عن إظام الماسحة الضوئي النقطة الثانية هي pension table طاولة المريض computer operation control الكمبيوتر التحكم في التشغيل scanner system هو نظام الماسحة الضوئي x-ray tube النبوب الأشياء السينية detector system نظام الكاشف collimators الموازنات filter الفيناتر parts of GEN3 x-ray tube generated x-ray beams detect the x-rays passing through the patient's body collimators collimators narrow the beams of x-rays filters these are used to filter some rays from entering the patient's body that may be harmful أجزاء البوبة الأشياء السينية الكاشف اللي راح يكتشفد أشياء السينية الميزار اللي راح يضق أشياء الأشياء الميزار اللي راح يضق أشياء الأشياء أو الميزار اللي راح تستخدم لتصفية بعض الأشياء من دخول جسم المريض موات غد تكون ضارة types الأنماء two types يوجد نوعين conventional scan is taking slice by slice and after slice the scan stop النوع الأول هو راح يكون تقليدي حتي يتم أخذ المسح الشريحة تلو الأخرى وبعد توقف الشريحة راح يتوقف المسح مثال from top of abdomen told the beliefs this needs the patient to hold their breath على سبيل المثال من على البطن حتى الحوض هذا يحتاج المريض إلى حفظ انفاسه النوع الثاني هيكون spiral scan continuous scan taken in spiral fashion it is quick النوع الثاني هو المسح الأولوبية المسح المستمر المأخوذ بطريقة الأولوبية وطبعا هو هذا النوع الأسرع الصورة التي توضح أنها هي الصورة التي على جهة اليسار هي تناوب انبوب الأشعة السينية أما الصورة التي على جهة اليمين هي تمثل مسار انبوب الأشعة السينية الحلزونية حول المريض هذه الصورة التي توضح أنها هذه الصورة التي توضح أنها الجاندري والإكسرائي والإكسرائي والتوب والدتكتور أما الصورة التي توضح اليمين تناوب الأشعة السينية تناوب الأشعة المريض and transmits the data to a computer system a suffocated computer system in turn calculated and analyzes data from each detector in each level and finally reconstruct multiple two dimensional cross sectional imaging عندما تمر الأشعة السينية من خلال جسم الإنسان رح يتم انتصاص بعض الأشعة وتمرير بعضها عبر جسم الإنتاج الصورة في تصوير الأشعة السينية العادية تمتصل في المباشرة الأشعة السينية في المسح الضوي يمتص جهاز إلكتروني يسمى مصفوفة الكاشف الأشعة السينية المخترقة يقز مبلغ الأشعة السينية وينقل البيانات إلى نظام الكمبيوتر متطور بدوره يحسب ويحلل البيانات من كل كاشف في كل مستوى وأخيرا يعيد عادة تشغيل الصور متعددة الأفعاد اللي هنا ينتهي دوري في تقديم التقرير أتمنى أن يكون نال إعجابكم السلام عليكم أنا إبقاء أسمحك أحكم المذكر أتزامي لهاجر حول سيطي سأنا إلى سيطي سأنا إلى سلطي how should I prepare you should wear comfortable fitting clothing to your exam you may need to wear a gown during the procedure metal object including jewelry eyeglasses the denture and her pens may affect the CT image leave them at home or remove them prior to your exam you may also be asked to remove a ring and an removable dental work A woman will be asked to remove a brace containing metal underwire. You may be asked to remove any piercing if possible. You will be asked not to eat or drink anything for a few hours beforehand. If contrast material will be used in your exam, you should inform your physician of all medication. you are taking and if you have any allergies if you have known allergies to contrast the material your doctor may prescribe medication usually steroid to reduce the risk of an allergic reaction to avoid unnecessary delays contact your doctor before the exact time of your exam also inform your doctor of any recent illnesses or other medical condition and whether you have a history of heart disease asthma, diabetes, kidney disease or thyroid problem any of these conditions may increase the risk of an adverse effect women should always inform their physician and CT if there is any possibility that they may be pregnant see the CT safety during pregnancy page for more information now let's press the CT scan مال الاسنان القابلة للازالة وقد يطلب منك ازالة اي ثقوب ان امكن يطلب منك ايضا عدم تناول او شرب اي شيء لبضع ساعات مسبقا اذا تم استخدام مادة متباينة في الفحص يجب عليك ابلاغ طبيبك عن جميع الادوية التي تتناولها واذا كانت لديك اي حساسية معروفة من مادة من الكنتراست فقد يصف طبيبك ادوية عادة لتقليل خطر الحساسية من تجنب التأخيرات الغير الضرورية حاول ان تتصل لطبيبك قبل الوقت المحدد للفحص واخبر طبيبك ايضا عن اي امراض حديثة او حالات طبية مثل امراض القلب او الرب والسكر وامراض الكلام ومشاكل بغداد درقيا لانه ممكن نزيدون هذه الطروف من خطر التأثير السلبي ويجب على النساء ابلاغ الطبيب وخصائل اشعار المقطعية اذا كان هناك احتمال بان تكون حامل خلال الاشعار المقطعية رح يستغرق المسح المقطعي المحوسة بحوالي 15 دقيقة يطلب بعض انواع الفحصات اجراء التواين الواريد او صبغة الاشعار السينية من اجل تقييم الوريان سيستم او المرض بشكل اغضل اثناء الفحص سوف ترقد على طاولة مبطنة وقد يطلب منك الاستلقاء على بطنك او ظهرك او جانبك وحبس انفاسك او البقاء هادئا قد تسمع ضوضاء طنين او تشعر بان الطاولة تتحرك ببطن من خلال ماسح الاشعار المقطعية what can i expect after my CT scan if i received contrast after your CT scan if you received contrast you should drink about 5 glasses of water to help flush out the contrast that was injected if the area where the plastic tube IV tube was placed inside your vein is related to swollen or sore you should put a warm wet towel on the area for time a day for 15 to 20 minutes if swelling continue for more than 48 or you should call your doctor if you are breastfeeding if it is safe to continue to do so after your CT scan you will be observed for any complication by the hospital staff if you are in the hospital if you are in the hospital you will be able to do so if you are in the hospital if you are in the hospital you will be able to do so if you are in the hospital if you are in the hospital if you are in the hospital you will be able to do so okay so phonography is a painless diagnostic test that uses x-rays and computers to create cross-sectional images of bones and tissues inside your body your doctor may recommend a CT scan to examine your body for any of the following blood clots broken bones اشتركوا في القناة A CT scanner is a large, square, or round x-ray machine with a tunnel through the center. During your CT scan, you will lie on a table that slowly passes through the tunnel. As you move through the tunnel, a giant ring called a gantry will rotate around your body. The gantry contains a tube that will release x-ray beams and detectors that will measure the amount of radiation absorbed by your body. The x-ray beams will capture many views of your body from different angles as the gantry spins. The detectors will send data to a computer that will create cross-sectional images of the bones and soft tissues inside your body. The scan allows your doctor to see the location of a condition inside your body, which will help them decide how to treat it or to see how well your treatment is progressing. In some cases, you may receive contrast dye before your procedure, in a drink, an injection, or a barium enema to make it easier for your doctor to see certain areas of your body. If you received a drink with contrast dye, your esophagus or stomach will be highlighted. If you received an injection, your blood vessels, gallbladder, liver, or urinary tract will be highlighted. If you received a barium enema, your large intestine will be highlighted. A CT scan of the abdomen can find sites, abscess, infection, tomures, and aneurysm, enlarged lymph nodes, foreign objects, bleeding in the belly, divertical inflammatory bowel disease, and appendicates. These ser six I البطن يمكن ان يجد التصوير المقطعي للبطن خراجات او عدوى او اورام تمدد الاوعية الدموية تضخم الغدد اللمفاوية او الكائنات الغريبة النزيف في البطن والتهاب الرتج ومرض التهاب لمحة والتهاب الزائدة اللدودية القفص الصدري يمكن ان تبحث الاشاعة المقطعية القفص الصدري المشاكل بالرئتين او القلب او المريء او الاوعية الدموية الرئيسية او الانسجة في وسط القفص الصدري يمكن استخدامه ايضا لمعرفة ما اذا كان اللاسرطان قد انتشر في القفص الصدري او في اي منطقة اخرى من الجسم الورinary tract المسالك البولية وطبعا هذه الصور ستوضح الفرق بين النورمال كيدني والدزيز كيدني بالشاحة المقطعية يسمى التصوير المقطعي المحوسب للكلا والحالب والمثانة بالسيتي كيوب او بالاوروغراما التصوير الجهاز البولي بالاشاعة المقطعية ويمكن لهذا نوع من الفحص العثور على حصوات الكلا او حصوات المثانة او انسجات المسالك البولية هنا هيا راح اتوضح لنا التصوير المقطعي بالبلادر اللي هي المثانة والريكتوم المستقيم المرارة والقنوات الصفراوية يمكن استخدام الاشاعة المقطعية للتحقق من انسداد القنوات الصفراوية الأخرى قد تظهر حصوات المرارة احيانا على الاشاعة المقطعية ولكن عادة ما تستخدم اختبارات اخرى مثل الموجات فوق الصوتية لايجاد مشاكل في المرارة والقنوات الصفراوية الالغدد الكضارية الغدد الكضارية يمكن ان يجد التصوير المقطعي المحاوسة الاورام او تضخم الغدد الكضارية الارم او لك الذراح او الساق A CT scan can take can look for problem of the arm or leg including the shoulder, elbow, wrist, hand, hip, knee, ankle or foot A CT scan may be used to make sure a procedure is done correctly For example The doctor may use CT to guide a needle during a tissue biopsy or to guide the proper placement of a needle to drain an abscess الزراع او الساق يمكن ان يبحث التصوير المقطعي المحاوسة عن مشاكل الزراعين او الساقين بما في ذلك الكتف، الكوع، الرزغ، اليد، الورك، الركبة، الراحل، القدم يمكن استخدام تصوير المقطعي المحاوسة لتأكد من اجراء الاجراء بشكل صحيح على سبيل المثال قد يستخدم الطبيب الاشعة المقطعية لتوجيه اوبرا اثناء خسعة الانسجة او لتوجيه موضوع الابرا المناسب لتصريف الخراج هاي اللي صور رح توضح لنا صور الاشعة المقطعية بالبون العظام نجيه على الادفانتج والدسادفانتج الادفانتج اللي هي المزايا تظهر مجموعة من انواع الانسجن مختلفة تماما بشكل واضح ويمكن انشاء صورة ثلاثية الابعاد المزايا التي تعرض مجموعة من انواع الانسجن مختلفة تماما بشكل واضح ويمكن انشاء صورة ثلاثية الابعاد في تفحص السي تيب اللي سريع لتشخيص الاصابات الداخلية في ضحايا الصدمات وما يستغرق الفحص سوى بضع دقائق ويمكنهم العثور على اي مشاكل بسرعة وحفظ ارواحهم نجيه على الحيوب اللي هي الدسادفانتج الدسادفانتج تستخدم الابعاد نستخدم اشعاع مؤينة والتي ممكن انه تسبب سرطان بحالة التعرض لكمية كبيرة كمية محددة من الاشعاع لازم انه تستخدم لان الكميات الكبيرة تكون مؤذية مثل ما قلنا انه هي راح تسبب الكنسر نستخدم جرعة عالية من الاشعاع مقارنة بالاشعاع السينية لذلك السيتيس كان تكون مؤذية اكثر رابع نقطة السيتيس كان تكون متوافرة اقل مقارنة مع الاشعاع السينية وتكون هي اقل قدرة على الحمل من جهاز الاشعاع السينية السيتيس كان في اس الامار اي الكمبيوتر تموغرافي في اس الماجو تك ريزونانس امجينغ الرانين والمفرس المقارنة بين عتن اول شي السيتيس كان ار يوجوالي تشيبر السيتيس كان ار typically better at showing bone than mri but less effective at showing the soft tissues السيتيس كان take around 5 minutes mri usually take 30 minutes السيتيس كان can be harmful to the patient while mri have no known biohazards both used for detecting cancer عادة ما تكون فحوصات التصوير المقطعي اللي هو السيتيس تكون ارخص وعادة تكون افضل في اظهار العظام لذي التصوير بالرانين المناطس ولكنها تكون اقل فعالية في اظهار الانسجة تستغرق الاشعاع المقطعية حوالي 5 دقائق بينما الرانين المناطس يستغرق 30 دقيقة نصف ساعة يمكن ان تكون الاشعاع المقطعية ضارة للمريض في حين بالاجهزة التصوير والرانين ليس لديها اي مخاطر بيولوجيا معروفة وكلهما يستخدم للكشف عنه السرطان وهذه الصورة توضح انه الفرق بالتصوير ما بين الستيتي والمري ولهنا يكون احييكم الدوري بشراح الستيتيس كان اتمنى ان اعجابكم